طيب النهاردة كمان عندي حاجتين كده اقولهم سريعاً قبل ما اروح لترند الاهلي اول حاجة النهاردة محمد الشيبي المفروض النهاردة عنده معاد في تحيي مع لجنة الانضباط انا عايز اقول لكم ده الاستدعاء الرابع يعني حصل استدعاء لمحمد الشيبي تلات مرات قبل كده في كل مرة كان بيعتزل نتيجة ان نفس يوم امتثاله للتحيي عنده مرامعة بيرامدس النهاردة مفيش مباراة فامتصل للتحيي الكلام اللي وصل لي ان التحييي مش في مقر اتحاد الكور معرفش فيه يعني معرفش لجنة الانضباط وجهت له الدعوة هتبقى فين بالزبط لكن هنشوف التحيي هيصفر عن ايه هل فيه قرار بعد نهاية الجلسة هلاقي ما فيه جلسة تانية انا اتمنى لجنة الانضباط تبص فيه صلب القضية ما تفتحش القضية في اطار تاني انت جايلك شكوى في اطار معين تناقش هذا الاطار انه فيه مخالفة للايحة النظام الاساسي البعض اللي بيحاول ياخدنا لإطار انه نفتح القضية من اقوله جديد ده هنا خطأ قانوني يعني طالما الطرف المتضرر اصلا ما اشتكاش لجنة الانضباط وسلك طريق تاني مخالف للايحة الفيفا يجب ان يعاقب على هذا الموقف فهنا ننتظر نشوف التحييي والموقف اللي يحصل في هذا الملف ترجمة نانسي قنقر